استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الدموقراطية والجمهورية وشهد اللقاء حواراً معمقاً حول مجمل الأوضاع الإقليمية حيث أكد خلاله الرئيس السيسي ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توصع الصراع وامتداده كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والأمنية مؤكداً على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بوصفه مصار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي ولتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن في المنطقة كما أشار الوفد الأمريكي إلى الدول المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرة بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر وما زالت تضلع بها لإدخال المساعدات الإنسانية لإهالي غزة معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدول مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد مصر والمصر 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 والم